موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الندوة الاقتصادية التي تواكب رئاسة الانتصار في لبنان تحت شعار التغيير والإصلاح وبشبه توافق وطني ميشيل عون رئيسا للبنان عاد العماد إلى قصر بعبدة بعد 26 عاما على مغادرته كرسي الرئاسة هي الوسيلة وليست الغاية قالها يوما الجنرال الثائر على كل شيء في لبنان بدءا من الطبقة السياسية التي أنتجها اتفاق الطائف إلى ممارسة الحكم وتقاسم الحصص والنفوذ وصولا إلى السياسات الاقتصادية والمالية الوسيلة هي تطبيق نهج وممارسة حكم ورؤية وفق خطة تشمل كل شيء من السياسة إلى الأمن فالاقتصاد أما الغاية فلا حاجة لها فهو لطالما كان رئيسا غير متوج بنظر قسم كبير من اللبنانيين حكم أو عهد لدى الرئيس الجنرال خطته وطريقة إدارته وفق عنوين لا مكان للصارق لا غطاء للفاسد لا رحمة للمرتشي ولا ارتهان لمنطق الصفقات والسمسرات لدى الجنرال المتوج بالرئاسة خطة عمل لمحاربة الفساد لا ترتكز على شعارات شعبوية وتصلح لممارسة الحكم لكن السؤال المطروح هل خطة المعارضة تصلح لتنفيذها في السلطة؟ من المهم وصول رئيس إصلاحي إلى سدة الرئاسة رئيس يحمل عنوين شعبية في الاقتصاد والواقع المعاشي والاجتماعي لكن هل الجنرال وحده؟ وأين القوى السياسية الأخرى؟ هل تعارضه أم توافقه؟ إن عرضته كيف؟ وإن وافقته هل ضمن تسوية أو صفقة؟ هل يمكن أن يهادن الرئيس ميشيل عون أو يذهب لحلول وسطية توفق ما بين خطته الإصلاحية والحلول الاقتصادية والمحاصصة السياسية العهد الجديد في لبنان بين اختلاف الرؤى والبرامج والسياسات الاقتصادية والمالية وتنفيذ المطالب الشعبية والمعاشية ماذا ينتظر العهد المقبل من تحديات ومطبات اقتصادية؟ لمناقشة كل هذه المحاور والإجابة عن هذه الأسئلة يسعدني أن أرحب هنا في الستوديو بضيفي هذه الندوة وزير المال اللبناني الأسبق الدكتور جورج كرم أهلا بك عبر الميادين دكتور كرم اشتاقين لك هو معنا أيضا الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غابريل أهلا بكم عبر الميادين شكرا على الاستضافة دكتور كرم أبدأ معك برأيك هل تختلف الخطط أو الرؤى والسياسات الاقتصادية عند فريق سياسي معين عندما يكون في المعارضة هناك خطة اقتصادية ما وعندما يصبح للسلطة لها خطتها الاقتصادية ولها تنفيذها الخاص لا شمالا ما بقى فيه إذا بدك توجهات اشتراكية تتطابع بالساحة اللبنانية وعند معظم الدول التناقضات ليست في النظام الاقتصادي الحر هو متفق عليه ولا أحد له مأخذ وبخطاب القسم كان واضح للغاية وحتى تحدث عن النظام الليبرالي ودور القتاع الخاص لا أنا لا أعتقد المشكلة الأساسية وأنا عيشتها كوزير في أول حكومة الرئيس الحود بعد خطاب قسم أيضا مليء بالتموحات وبرئاسة الدكتور سليم الحوز كأول رئيس وزارة بعهد أمي الله حود وهو الذي كان ناضلا ضد نظام المحاصصة ضد بترويكا كان على رأس المعارضة لسياسات الأستاذ رفيق الحريري ونحن استضبنا بطبيعة الحال بجدار هذه المحاصصة التي أصبحت اليوم أمام أعين الجميع في لبنان هو منظومة فساد وإفساد توغلت في كل القتاع العام وفي علاقة القتاع العام مع القتاع الخاص وهنا التحدي الكبير هل يمكن لرئيس الجمهورية مع السلطات المحتوذة التي موجودة لديه أن يفكك هذه المنظومة خاصة وأن نظام المحاصصة اليوم اكتسب نوع من الشرعية تحت الغطاء الطائفي تحت غطاء سلطة زعماء الطواف ليست شرعية وإنما أمر واقع كأنها شرعية لأنه مواطن من نهاية الأمر مسلم به وهي طبعا يعني بتتخبى وراء مصالح الطائفة باستمرار الزعيم الطائفي دكتور كرم أفهم منك أنت تبشر بنزاعا أو بمشكلة أو بصراعا باكرا ما بين الفساد وما بين وصول الرئيس ميشيل عون إلى سدة الرئاسة بهذا يعني العنوان لا بس اسمح له أستاذ عبدالله يعني اللي بيشوف يعني اختصاصات رئيس الجمهورية بدستور الطائف يعني هي السلطات الفعلية بمجلس الوزراء مجتمعا والممارسة الدستورية أيام الراحل الأستاذ رفي الحريري أنه اختصر هو لأن شخصيته كانت قوية القرار بمجلس الوزراء حتى عندما كان هناك مثلا أغلبية الوزراء كانوا حبين وقتا أن يملقوا قانون الزواج المدني الاختياري لم يستطعوا لم يستطعوا لأسباب طائفية لأسباب طائفية دكتور غابريل لطالما نادت تكتل التغيير والأصلاح برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بمحاربة الفساد والمحافظة على أموال الدولة ومحاسبة الصارقين برأيك هل تبقى هذه العنوين تتصدر الخطة الاقتصادية في العهد الجديد أم تتغير لا هذا رح يكون من ضمن الخطة من ضمن الرؤية وشفنين من ضمن خطاب القسم يعني خطاب القسم كان فيه عنوين عريضة ولكن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي هذا قسم أساسي منه وهذا اللي بتوقعوا الناس يعني هذا اللي متوقعوا مش بش جمهور الرئيس عون هذا اللي بتوقعوا معظم الشعب اللبناني لأنه اليوم ما فيك بس تقول أنا بدي أحارب الفساد لازم يكون فيه مشروع اقتصادي اجتماعي المواطن صار له سنواتي بيرزح تحت مجموعة من الأعباء إن كانت غلاء المعيشة إن كانت موضوع الكهرباء إن كانت موضوع الاتصالات كانت تراجع فرص العمل بلبنان فالمواطن اللبناني أول شيء بده يشوف شيء فعلي شيء عملي بالرغم من كل الوعود وكل الأمال اللي موجودة اليوم بشخص الرئيس الجديد وكمان يعني لازم يكون فيه توقعات شوي مقبولة يعني ما يكون فيه أمال غير واقعية لازم نكون شوي واقعيين هذا موضوع بده يجي تدريجيا ياريت نحن بنظام فيه يكون رئيس جمهورية مع الحكومة بمطرح معين يعني يكون فيه معارضة تكتل أحزاب وتيارات بعارضه بشكل كتير واضح بس هيدا منه مفصول يعني ما فينا نفصل اليوم يكون فيه معارضة مية بالمية ويكون فيه حكم مية بالمية هيك فيك يعني فيه مشروع يتطبق ويحاسب من قبل المعارضة اليوم ما تفضل دكتور قرم يعني كل واحد بده يحصته بالوزارة إذا بنبلش بهالموضوع يعني منه بدك تعارض من جوية الوزارة هيدا أول يعني ها أول تعرقه لتطبيق مشروع شو ما كان يكون مش بس أنه عنوان محاربة الفساد بس اليوم أكيد فيه أولويات للعهد الجديد سوف نتابع الحوار بعد مشاهدة تقرير يعني يضيء حول التحديات الاقتصادية للبنان في العهد الجديد وفق أي رؤية أو خطة سوف يتم اعتمادها حكوميا ما بين نهجيني أو مدرستيني سوف نتحدث عنهما دكتور قرم وأرى أنك لا توافق على هذا الكلام مشاهدين التقرير من أعداد الزميل حسن يوسف ومن ثم نعود لمتابعة هذا الحوار تحديات اقتصادية كبرى تنتظر العهد الجديد في لبنان رئيس الجمهورية ميشيل عون يدرك جيدا حجم الملفات المتزاحمة على جدول أعماله أولى هذه التحديات استعادة ثقة المحلية والعربية ومن ثم العالمية في استقرار لبنان وحركة عجلته الاقتصادية بما يكفل استعادة الاستثمارات الوافدة وتعزيز جاذبيته السياحية ومعها جاذبية مختلف القطاعات وهنا يبرز قطاع النفط الجديد والواعد في لبنان كثرة تداخلات السياسية محليا ودوليا وتعقيدات ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من ناحية ومع الاحتلال الإسرائيلي من ناحية ثانية أعاقت إنجاز ملفات التلزيم ويؤمل أن يشهد العهد الجديد تجاوزها تمهيدا لاستثمار ما تخفيه مياه لبنان الاقتصادية من غاز ونفط إصلاح السياسات الاقتصادية في لبنان بات حاجة ملحة بعد فشل السياسات العهود السابقة في إنعاش القطاعات الانتاجية على اختلافها وترسيخ اختلال معدلات النمو مناطقيا وقطاعيا الرئيس الذي لا طالما نادى بالإصلاح والتغيير ينتظره قطاع عام متراهل الفساد فيه منتشر وهو الذي حل في المرتبة 163 على مؤشر البنك الدولي لضبط الفساد وهنا تبرز الحاجة الملحة لمعالجة المرافق العامة وفي مقدمها معامل توليد الكهرباء وشبكات توزيع المياه ومعالجة اهتراء قطاع النقل العام المحلي وتردي حالة الطرقات وقبلها وضع حد لأزمة النفايات ومن المطالب الشعبية لا ينسى اللبنانيون سلسلة الرتب والرواتب وزيادة الحد الأدنى للأجور وملحقاته ذلك المطلب تصدر عنوين التحركات النقابية على مدى أكثر من عامين دون التوصل إلى تسوية ترضي العمال وأرباب العمل ارتفاع حجم الدين العام وتجاوز قيمته 75 مليار دولار يثقل الخزينة العامة ويحد من قدرتها على تمويل المشاريع الإنمائية وترميم المرافق العامة إذن هي ولاية رئاسية تتزاحم فيها الملفات الاقتصادية حتى أن صعوبة التفاهمات وتدخل تعقيدات سنوات الشغول الرئاسي تبدو معالجتها أسهل أمام المسار الشائك لمعالجة كم التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المالية دكتور كورم كان لافتا أن لبنان احتل المرد كتابة 136 يعني في قائمة الدول الأكثر فسادا السؤال 163 برأيك هل تسمح القواء السياسية والطائفية التي جاءت ما بعد اتفاق الطائف بعد العام 1990 والتي هي الآن متغلغة داخل الإدارات لا لذلك بالسماح لهذا العهد الجديد الذي ينطلق بشعارات إصلاحية أهمها محاربة الفساد هل تسمح له هذه القواء بأن ينفذ برنامجه من دون التنصيق معها هذا التحدي الكبير وحسب أنا بنظري كمان ما فينا نحكم من هلا بدنا نشوف الانتخابات الجاي إذا الطيار الوطني الحر وحلفاءه بيجيبوا مثلا أغلبية بمجلس النواب ساعتها ممكن سن قوانين جديدة أو ممكن يكون مجلس الوزراء مكون من وزراء غير داخلين بالمنظومة المحاصصية ساعتها فيه احتمال بس هو بنهاية الأمر والروبورتاج كان جيد يعني فيه مشكلة عودة الانتظام للمالية العامة وهذا هم الجنرال هون لأنه منذ 2006 ما فيه ميزانية مصلقة من المجلس النيابي وهي كمان ملنة سهلة عند قضية الدين العام انت ذكرتها اليوم خدمة الدين العام هي بتاخد تقريبا تلت الموازنة العامة هي قد كتلة الرواتب والأجور للموظفين فهي كمان قصة بدأ علاج بطريقة لينة بطريقة مفاوضات مع جمعية المصارف حتى مثلا مستوى الفوائد تنزل شوي بالبلد تنوفر على الدين العام تنقدر نصرف على القضايا الاجتماعية القضايا الاجتماعية عشار اليها الأستاذ غبريل مهم للغاية خاصة في زل تدفق اللاجئين السوريين لأنه نتج عن تدفق اللاجئين السوريين زيادة البطارة عند اللبنانيين بمزاحمة اليد العامل السورية الضغط على أيضا الخدمات العامة في حالة إفقار في مزيد من اللبنانيين وقعوا تحت خط الفقر وأيضا وأخيرا هو أنه الخدمات العامة تتأمن للمواطن بالشكل الصحيح نحن اللي عشنا من بداية فترة الإعمار هي خصخصة بطريقة مقنعة يعني بنشوف اليوم شركات خاصة هيك مثل الفطر تلعيت عم بتوزع ماء وليش الدولة ما عندها ماء مؤسسة كهرباء لبنان طيب أعطت لشركات خاصة عقود عديدة الميكانيك بتعطي عقود عديدة طيب كل هذه العمليات مرة منظمة ما فيها أي رقابة عليها هلأ لو العهد بده ينطلق في إصلاح هيئات الرقابة اللبنانية اللي هي ديوان المحاسبة اللي هي التفتيش المركزي اللي هي مجلس الخدمة المدنية اللي ما تم أبدا إعادة هيكلتهم وإعطاهم القدرة وتأمين استقلالهم اليوم الثلاث أجهزة الرقابية هي تحت سلطة رئيس الوزارة مباشرة هذا وضع غير صحي لأن دكتور كروم هل ستسمح القوى السياسية الأخرى المشاركة في الحكم للرئيس عون أن ينفذ هذا البرنامج الذي قد يطال لماذا لك؟ حسب الانتخابات الجاية هلأ بهذه السبعة تشهر؟ يعني أكيد ما رح نقدر بعض الانتخابات لكل حادث حديث دكتور غابريل في خطاب القسم بالأمس طالب الرئيس ميشيل عون باعتماد نهج تغييري أساسه التنصيق بين الوزارات والإدارات برأيك بماذا قصد بالتنصيق واعتماد نهج تغييري؟ يعني الواضح إذا منشوف خبرة الحكومات السابقة منشوف أنه التعطيل صار من داخل الوزارات لا أسباب سياسية مش لا أسباب إدارية أو أسباب عقائدية لا أسباب سياسية بحثة وهون الهدف أنه يتغير هالنهج ويصير الكل على نفس الصفحة ويصير عنده زيت الأهداف وزيت التطلعات أحد بنود الخطاب الأسم إجا إعادة سئة المستثمر وهي نقطة كتير مهمة لأنه إذا منشوف الاستثمارات الأجنبية مباشرة بلبنان تراجعت بشكل حاد من 14% من نتج المحلي بال2008 إلى أقل من 5% من نتج المحلي بال2015 وبال2015 الاستثمارات الأجنبية مباشرة بالمشاريع الجديدة المعروفة بغرينفيلد وصلت فقط لـ 75 مليون دولار بلبنان يلي هو أصغر مستقطب لهالاستثمارات بالعالم العربي كله فأكيد فيه لازم يكون فيه تركيز على تحسين المناخ الاستثماري وبئة الأعمال وفيه مسح أجراء المنتدى الاقتصادي العالمي لمدراء الشركات بلبنان عن العوائق لأداء الأعمال ومناخ الاستثمار بلبنان بالطليعة بيجي الفساد تانيا ترهه القلبنا التحتية تالتا عدم الاستقرار الحكومية التي تفضلت فيه رابعا التعامل مع إدارات الدولة وصعوبة التعامل معها وخامسا عدم الاستمرارية بالقرارات هذه أولوية المدراء الشركات وواضح أن هذه أولوية خطاب القسم والعهد الجديد والذي تضمن أيضا مطالبة الرئيس بإطلاق نهضة اقتصادية جديدة أساسها التخطيط قال فالدولة دون تخطيط لا يمكن بنائها من أين يجب أن يبدأ؟ يبدأ التخطيط أنا برأيي من إقرار مويزنة فصلنا 11 سنة البلد بدون مويزنة وهذا يعني بيأثر على شفافية الأرقام المالية العامة وهالمويزنة أنا برأيي يجب أن يكون فيها أولويتين الأولوية الأولى تحفيز الاقتصاد الأولوية الثانية تخفيض حاجات الدولة للاستدانة لا تقدر هالوفر من الأموال تصرفه على الشؤون الاجتماعية اللي هي عم يعاني منه المواطن هذا بكل بساطة وبكل وضوح دكتور كروم نحن نعرف أنك لطالما عانيت خلال توليك مهام وزارة المالية في حكومة الرئيس الدكتور سليم الحص تعرضت لهجمة إعلامية شريسة وحتى اقتصادية من قبل رجال أعمال سموا أنفسهم أو اعتبروا أن لديهم خطة لعرقلة مشروعكم الإصلاحي برأيك هل يمكن أن يتكرر هذا الأمر مع عهد الرئيس ميشيل عون؟ لا أنا ما بنصور إذا فيه حصوصا أن الفريق نفسه الذي وجهته هو موجود اليوم في السلطة لا بس حسب كمان تكوين مجلس الوزراء إذا فيه وزراء مخلصين لخطة إصلاحية بالبلد من كل جوانبها ممكن تنجح التجربة يعني أنا بالرغم من الهجوم الإعلامي اللي كان مركز على الرئيس الحصوى علي بشكل خاص يعني أمنت دفع كل متأخرات الدولة للقطاع الخاص وطيت الفوائد اللي كان 22% صارت 14% وهذا وفر على الخزينة مليارات من الدولارات وأنا خبرتي أنه الوزير اللي مش داخل بالشبكات المحاصصة هو بيفرض على وزارته تراجع الفساد داخل الوزارة الموظفين وهم مقتار الموظفين اللي بعدهم مش داخلين ولا بيحبوا يدخلوا بعمليات الفساد بياخدوا روح والموظفين اللي داخلين بالفساد بيعدوا على جنب ما بيجربوا يعني بيتراجعوا فإذا فيه دينامية ممكن تنخلق بهالشكل ايه بتتخير الأمور في كتير أمور رح تتخير بالبلد بس هلا عنا حكومة لسبعة تشو بدنا نشوف الانتخابات برجع يعني هيك بالمطلق بالتخيل كله مرتبط بالانتخابات برأيك أنا بنظر الانتخابات مهمة جدا لأنه يجب أن كتلة التغيير والإصلاح وحلفاء يجب أن تأخذ أغلبية ربما بالمجلس النيابي حتى تقدر تمشي إصلاحات بالفعل حتى عندنا كتير قوانين مثل قوانين الإسرائيل غير المشروع لمكافحة الفساد وكما ذكرت إذا كانت أجهزة مراقبة الدولة تستقيل تكون مرتبطة مع مثلا المجلس النيابي أو مع رئيس الجمهورية بدلا ما تكون ارتباطها مع رئيس الوزارة في كتير إشياء ممكن تتخير دكتور جورج كرم ودكتور نسيب غابريل اسمحوا لنا أن نأخذ فاصل ومثم نعود لمتابعة هذا الحوار لو سمحتم في لبنان الداخل قرار بانتخاب رئيس للجمهورية انتخاب يسد شعورا في السلطات ويملأ فراغا في السياسات ويفتح بابا في التسويات إنه انتصار الرئاسة على العبث بالدولة والمجتمع والاستقرار في لبنان الخارج صراعات عربية وأقريمية ودولية دامية حروب تتمدد وأزمات تتفرع ومحاور تتحش لبنان كان جزءا منها صراع الرئاسة كان انعكاسا لها إنها رئاسة الانتصار في الخيار والاستراتيجي الميادين أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع هذا الحوار الاقتصادي ضمن ندوة اقتصادية لرئاسة انتصار لبنان معي هنا في الاستوديو الدكتور جورج قرم وهو وزير مال لبناني السابق ودكتور نسيب غابريل وهو خبير اقتصادي دكتور غابريل كيف يمكن أن يضع العهد سياسة اقتصادية ومالية عمادها الاصلاح ومحاربة الفساد ويمكن أن يشارك هذا العهد ضمن حكومة اقتلافية تضم قوة سياسية تختلف فيما بينها هذه القوة بالنسبة للرؤى والخطط الاقتصادية كل له رؤيته وخططه الاقتصادية نعم أولا بدي عقب علي تفضل فيه دكتور أورم فضل أنا يعني ما ببوافق بالرأي إنه لازم ننطر للانتخابات النيابية لنشوف أي أكترية بدأت تنتج لأن المواطن ما رح يمطر ستة شهر تانين بده يشوف على القليل يشوف الخطة بلش يتطلع على السكة وبعدين الحكومة الجديدة اللي بدأت تجي بعد الانتخابات بدأت تكمل هذا اللي حكيت عنه بالأول قبل الإعلان الاستمرارية منبلش بهون ومنكمل بعد الانتخابات بحكومة جديدة جواب لسؤالك ومن ضمن الأولويات العهد لمكافحة الفساد أنا برأيي ولا تجنب ما خصل بحكومة السابقة من ناحية الاختلاف بالقرارات والاختلاف السياسي اللي قرر لعدم اتخاذ قرارات بالحكومة ولأنه عديد من الوزرات تستخدم كوزرات خدمات تسمى وزرات خدمات وهذا يعني بتكون يعني أفريقاء سياسيين بيستهدفوا هالوزرات تكون لألون لأنه بتأمن خدمات هو إقرار مشروع الشراكة بين كطاع العام وبكطاع الخاص وهو ما أشار إليه الرئيس ميشيل عون بالأمس في خطاب القصة يلي أولا بيدخل قدرات مالية وتقنية وإدارية على مرافق الدولة تانيا بيجنب الدولة المزيد من الاستدانة وثالثا بيساعد على وجود أموال للبنى التحتية اللي هي بحاجة ميسة إلى إعادة تأهيل وهي أحد الأسباب الأساسية لتراجع تنفسية الاقتصاد اللبناني والنمو والاقتصاد اللبناني ويعني بس تبطل هالوزرات سير وزرات خدمات وبصراحة تأخذ صلاحيات الوزير بالتدخل بهالقطاعات بيصير مركز سياسي أكتر منه مركز خدماتي ساعتها بيبطل فيه سبب كتير للخليفات اللي علاقة بالخدمات وبالأولويات مع أنه هذا الشيء أننا نكون وقعيين ما رح يختفي فجأة ولكن بيبطل هالصراعات بتخف لأنه اليوم الوزرات للأسف استخدمت لأسباب سياسية وأسباب خدماتية أكتر ما استخدمت لأسباب يعني هدف بعيدا عن الصورة الضبابية لانطلاقة العهد الجديد هناك إضاءة بيضاء وهي ملف النفط والغاز الذي ينتظر لبنان أن يتم استخراجه يعني من مياهي الاقتصادية الخالصة معي عبر الهاتف الدكتور ربيع ياغي وهو خبير في الصناعة البترولية دكتور ياغي مساء الخير برأيك هل يصح أن نطلق على العهد تسمية عهد النفط والغاز اللبناني وهل يبدأ لبنان بالاستفادة من ثروتها النفطية خلال هذا العهد يعني مما لا شك فيه أن الملف البترولي في لبنان سيكون على رأس الأولويات للرئيس ميشيل عون لما يعني هذا الملف يعني من أهمية اقتصادية وستراتيجية للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني يعني نحن اليوم يعني بنقول الحمد لله بمفضوع النفط أو الملف النفطي اللي كان بحرا أو برا ما في خلاف جزري أو سياسي ما بين الأفريقاء أهمية هالموضوع بالنسبة ل شرائح الشعب اللبناني أو طوائفه أو مناطقه كافة يعني الفائدة ستكون عموم لكل الشعب اللبناني بكل طوائفه وأطيافه فإذن هاي نقطة إيجابية أنه ملف لا خلاف عليه إنما الخلاف اللي واعع بموضوع النفط هو خلاف برأيي أنا تقني وليس سياسي أين يكمن هذا الخلاف؟ أين يكمن هذا الخلاف؟ يعني بموضوع من أين نبدأ بعملية التنقيب نبدأ شمالاً ووسطاً أو جنوباً إذا بدنا نأخذ الحيثيات على الأرض كون فيه تهديد مباشر من إسرائيل باتجاه الجنوب إنه شاستولي على ترواتها الصبيعية الأفضل لثبت حقي أنا بمناطق المحاذية للحدود البحية مع إسرائيل وإمنع إسرائيل من التمدد شمالاً يعني باتجاهنا فالأفضل إنه نحن مباشر بالجنوب يعني ببلوك أو باتنين مضروري ثلاثة بلوكات أو أربعة لا بدون بلوك أو اتنين يعني أنت تقول أنا هنا أنا عم بشتغل هذه مناطقي هذه أرضي هذه مياهي إلي حق مارك فياتي عليها نعم هذا يعني أنا اللي أسميه خلاف تقني من أين نبدأ مش أكثر الدكتور ربيع ياغي الخبير في شؤون صناعة النفط والغاز في لبنان شكراً جزيلاً لك على هذا الاتصال دكتور قرم ينتظر العهد الجديد ولبنان ملف هو النفط والغاز الاستخراج من مياهها الاقتصادية الخالصة الجميع يعرف أن البلوكات الجنوبية الموجودة في جنوب البحر المتوسط قبالة فلسطين المحتلة تضم المكامن النفطية والغازية الأكثر أهمية بلايك هل هذا العهد سيكون دافع كبير لإطلاق هذا الملف واستخراج النفط والغاز والاستفادة مالياً لخزينة الدولة اللبنانية أم أن هناك عوائق ومشكلات قد تعترضهم لا ما في شك أنه العهد يريد أن يعمل كل جهده حتى يعجل منها العملية التي تقريباً صلى سنتين ونص إلى سنين موقفة موقفة على قضية المرسومين اللي بانتظار توقيع مجلس الوزراء ولا أحد يفهم ما هو المشكلة بإيقاف هذين المرسومين لذين سيسمح لذين سيسمحاني بإطلاق استدراج عروض ونحن بعدنا بالمرحلة الأولية للاستكشاف الفعلي والعملية حتى يطلع النفط والغاز ويكون عندنا الوسائل اللي نشحنها أو نستعملها حتى بتاخد سبعة أثمان سنين على أقل تقليل عشر سنوات هي حسب وبعدين هاي بتطلب كمان استثمارات داخلية إذا لبنان نفسه بده يستفيد من الغاز دكتور كرام ولكن نقطة الانطلاق الفعلية هي مبنية على أسس وركائز أساسية من خلال تولي وزراء تابعين للتكتل التغيير والإصلاح وزارة الطقاء في السنوات الأخيرة نتحدث عن الوزير جبران باسيل ومن بعده الوزير أرتور نظريان وبالتالي البيئة موجودة ويبقى التنفيذ وهمت الحكومة المقبلة دكتور غابريل أود أن أسرى هناك قلق إسرائيلي من وصول العماد ميشيل عون إلى الرئاسة بشكل عام واستثماره أو الدخول بسرعة لتنفيذ ملف استخراج النفط والغاز من المياه الجنوبية والمياه المحاذية لفلسطين المحتلة مما ينبع هذا القلق الإسرائيلي برأيك؟ يعني كل نجاح في لبنان بده يولي تقلق عند العدو الإسرائيلي هذا الشي طبيعي كان نجاح اقتصادي أو عسكري أو أمني أو سياسي أو مالي أو نأدي أو بأي مجال بس أنا بدي أدخل بالموضوع الذي تفضل فيه دكتور ياغي تفضل أنه الموضوع النفطي نحن روحنا أول فرصة علينا بالمتفضل دكتور يرون تأخرنا أربع سنين من 2012 موضوع المرسيم جامد لأسباب صراعات سياسية بمجلس الوزراء أما اليوم فالوضع مختلف عالميا يعني نحن صحيح صار فيه مسح جيولوجي للمياه الإقليمية اللبنانية وتبين أنه فيه كميات كبيرة من الغاز والنفط بالتحديد من الغاز موجود بس حتى الشركات يلي قامت بهالمسح بتقول أنه هيدا ما أنه محل التنقيب فأولا المرسيم هي لأخرت عملية التنقيب وبالتالي نحن لازم نبلش بالتنقيب أولا لنعرف على الضبط قديش فيه كميات من الغاز والبترول والنفط ونعرف وين مراكزهم وقديش صعب أو سهل نستخرجهم وبالتالي قديش كلفة الاستخراج بس نعرف هو تم تحديد البلوكات الثامنة البلوكات الثامن والتاسع والعاشر الذين يأتوا مباشرة أو بمحازات الحدود مع فلسطين المقتلة الحدود البحرية هيدا ما بيقلك قديش على الضبط فيه كميات صحيح وقديش سهل أو صعب استخراجهم وقديش كلفة الاستخراج يعني هي أهم نقطة هي كلفة الاستخراج وبالتالي ساعتها فينا نعرف إذا نقدر نصدر أو بس نستخدمه محليا أما الوضع العالمي مثل ما كلنا بنعرف يعني في فائد اليوم بالنفط والغاز والأسعار انخفضت بشكل من المتصف الـ 2014 بشكل كتير لافت وبالتالي الشركات التنقيب النفط العالمية خفضت بشكل أساسي ميزينياتها للتنقيب فنحن صحيح ما لازم ننطر لإعادة ارتفاع أسعار النفط ولكن الأهم هو أنه نبلش بإقرار هالمرسومين وأنا برأيي الحكومة الحالية رح تقرها المرسومين ما في سبب أولى الأولويات برأيك أحد الأحدى الأولويات ما في سبب لعدم إقرارهم بس أنا أريد أنه هلأ كمان تم اكتشاف كميات يبدو هائلة بمصر من الغاز صحيح الميادين جالت في الشوارع اللبنانية بعد انتخاب الرئيس ميشيل عون وستطلعت أراء بعض المواطنين حول ما يمكن أن ينجزه العهد الجديد نتمنى أنه ترجع الأمور تتحسن الاستقرار يكون أحسن المنطقة كمان تتحسن وإن شاء الله أنه بيكون للاحسن برأيي أكيد قصة السياحة والأخوان العرب بالخليج والأوروبي والأجانب بيرجعوا يجوا أكيد تعمل حركة أحسن بخطاب القصم قال يعني بدنا نطور الاقتصاد بدنا نتواجه نهو القطاع الخاص يعني هذه شغلة ضرورية عزالة مصدقني حابب يشتغل والملفات كلها عنده كلها 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 الماء والكهرباء هذه أول لأن هذه اقتصاد بحد زيتها أنا لما بتسع كهرباء مرتين أو ماء مرتين أو تتمرات وتلفون مرتين هذه كمان بروح مهما يكون مدخول الموظف ملف النازحين أكيد رقم واحد لازم يلتقالوا حل أول شي حرام الناس اللبناني والسوري تناتهم حرام ومساكين وبعتقد الرئيس الجديد بعتقد مصمم على هذا الملف شي تاني الرشاوي والسرقات والفساد المشطبيعي بأساس الدولة طالما الطائفية والمذهبية معشعشة بالمواقع الأمامية لأنه هن اللي ياخدين المواقع الأمامية فما تفقى الخير اللي بدي قولوا بكلا بقول في شاعر بيقول أنه أعللوا النفس بالأمالي أرقبها ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمالي لتجروا بالزبال يا جماعة وما خلوا شي إلا ما تجروا فيه شو بتنتظر منهم؟ شغل، كهرباء، ماء، رياح دبال، إطمئنان الله يقوين نحن ما بنقول إن شاء الله يقدر بس بست سنين أنا أقدر يعمل كل الأساس نحن نتمنى أنه يتغير الوضع في لبنان كتحسين وضع المعيشة، الماء، الزبالة، كل شي جوار بالطرقات كل شي يتغير وإن شاء الله بيكون أدهل الشير رئيسنا مشالعون بلدك كلملك لوارع، عندك الاقتصاد منهار، لا في وظائف، نص الشباب قاعدة بلد شغل ما قادر تعمل شي، ما عندك حال غير تسافر أو تهير، ما في شي بها البلد بابا ياخدوا ضرائب من العالم لأن الحكومة والنواب عم ياخدوا معاشاتهم من نصر لهم سنين وما كانوا عم بيشتغلوا، فنحن هلأ بنطلب ما بيزيدوا تفاقه، ما يأثروا على الشعب يزيدوا له معاشاتهم متى النواب زادوا معاشاتهم لحالهم في العالم زهدت من السياسية ومن الخضات السياسية والأمنية أهم شيئا بأنها الأمن والأمان دكتور كرام، أغلبية المستطلع أراؤهم يطالبون بخدمات اجتماعية ومعيشية أساسية هي حق، مي وكهربة، يدخعوا فاتورتين، طبعا أبسط حقوق المواطن من أين يجب أن يبدأ العهد؟ من الحقوق الواجبة للمواطن؟ لا، يجب أن يبدأ بكل هالمجالات اللي ذكرناها أو ذكروها المواطنين ونحن ذكرناها ما فيه أنه يقول أنا بيخد هاي ببلش بهاي لا، لازم يمشي على عدة جبهات مع بعضها وأنا يعني أنا ما قلت أنه ما رح نشوف نتيجة إلا بعد الانتخابات الجاي بس تثبيت الجهد الإصلاحي بيجي مع الانتخابات الجاي لأنه هلا رح يكون فيه مناورات عديدة أنا كنت بدي أقول شي بالنسبة للمناخ الاستثماري اللي ذكرهم الأستاذ جبريل صحيح أنه حاليا الاستثمارات الخارجية خفت وهي في كتير استثمارات كمان جاية من لبنانيين أسرياء في الخالي بس كلها تركزت بالقطاع العقاري 80% منها المطلوب اليوم من لبنان لغضة استثمارية زراعية وصناعية لأنه هاي تنقذ البلد بنهاية الأمر ما ممكن نحن نكمل مع العجز بالميزان التجاري 14 مليار دولار و15 مليار دولار وعندنا قدرات زراعية وصناعية بس مهمرة في عندك بعدين وهيذي ما نذكرت الاستثمار العشوائي للموارد الطبيعية للبلد الكسارات واستعمال المياه بدون ما قالوا الناس يدفعوا حتى للدولة حقوقة هاي دي إذا ما رح نوقفها عنا البيئة مشكلة التلوز والبيئة هاي دي كلها بدأ تمشي سوا وأنا بنظري يعني فيه طاقات وبالقطاع الخاص طبعا اللبناني كتير كبيرة لو صار فيه هون خطة خلونا ونستلهم من تجارب دول مثل الهند من تايوان من كوريا فيه قدرات بشرية عظيمة في لبنان اليوم حتى القطاع تباع الانترنت والمتعلق بتكنولوجيا المعلومات فيه كتير شركات عم تنشأك اليوم يعني ما كمان نحفظ الصورة كلها قاتمة بس خلينا نركز على الشيء اللي ممكن ينقذ لبنان ويخلينا نخفف الدين العام هو أيضا نهضة صناعية ونهضة زراعية فيه قدرات هائلة بالبنان غير مستغلة بالشكل الكافي طيب دكتور غابريل الدكتور كرم طرح العديد من العنوين البعض يسأل وهو سؤال منطقي هل يملك العهد عصى سحرية لحل كافة الأمور وكافة الملفات في مدة زمنية قصيرة ما حدا بيملك عصى سحرية سحرية ولكن مثل ما شفت بالروبورتاج المواطن عنده توقعات كتير عالية من العهد الحالي ومعه حق يكون عنده توقعات إذا بتشوف سيئة المستهلك اليوم بالفصل الثالث من الـ 2016 مؤشر سيئة المستهلك كان 62% منخفض عن الـ 2009 يعني كانت أفضل سنة رسيئة المستهلك بلبنان لأن كان فيه استقرار سياسي وأمني وكان فيه نمو اقتصادي مقبول فورة نفطية فورة وفورة باللبنان أنا أعكست على فورة باللبنان اليوم يعني تحسنت سيئة المستهلك وقت انتخاب الرئيس عون وأنا برأيي رح نشوف نتاج أفضل بالشهرين المقبلين ولكن المواطن كان كتير واضح يعني هاي دي عيني من المواطن شو بده بده كهرباء بده ما يدفع فاتورتان بده اتصالات ما ينقطع اتصاله بده ماي نظيفة بده مناخ بده بيئة نظيفة بده يمشي بالطرقة مايشوف جبال النفايات يعني متطلبات حياة أساسية أساسية وكمان مثل ما تفضلت أحد السيدات ممنوع زيادة الضرائب أو رسوم بده مايشوف شيء مقبيله ما فيك تفرض على اليوم على الأسر على الأشخاص حتى على شركات كتاعة الخاص ضرائب جديدة أو رسوم وترفع ضرائب موجودة أو رسوم موجودة إذا ما في شيء مقبيله بالأول الدولة لازم تنفذ وتفرج تبرهن للمواطن أنه الضرائب اللي عم يدفعها عم بتروح لشي بيفيده لشي بيرجعله هيدا يعني بيعزز السيئة بين المواطن وبين الدولة بالأول وبيعزز سيئة المواطن كفرد اقتصادي كفرد كمستهلك بلبنان دكتور كرم بعض الاقتصاديين قالوا أنه لا يخفى على أحد أن السياسة الاقتصادية للرئيس ميشيل عون وطياره تختلف كليا عن سياسة الرئيس سعد الحريري وطياره السؤال دقيق هل يمكن أن يتكرر مشهد عهد الرئيس الأسبق إميل لحود وخلافه مع الرئيس رفيق الحريري أم أن الظروف مختلفة بس أنا يعني الاقتصاديين اللي بيقولوا فيه فرق جوهري بالمنهج ما بعرف من وين عم بيشوفه يشي برجع بقول اليوم يعني فيه اتفاق شامل بين اللبنانيين أنه دعامة الاقتصاد اللبناني هو بالقطاع الخاص ما حداً بده يأمم الخصخصة ما فيه مانع شرط أنه ما تكون مقنعة مثل ما قلناك تكون بشفافية وبالعنور مثل ما هو مطلوب من الدستور اللبناني هيدا شي اختراع من قبل المستقبل عندما كان المستقبل عدائي لجنرال عون أو لترشيحه فهيدا استعمل نقف في مدرستين كأنه جنرال عون أصبح اشتراكي خطير لا بسألة ما فيه اي اختلاف يعني وبتصور يعني باللبنان ككل وكما بالعالم انتهى عهد إذا بدك الدولة اللي بتعمل كل شي بالاقتصاد انتهت انتهت الاشتراكية اليوم في مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص وبين القطاع العام ووسائد عالمياً فهيدا كلام حراء ما له سياسي ما له اي اهمية يعني لطالما فريق الرئيس الحريري ناصر القطاع المصرفي بهدف تقويته وزيادة رأسماله وأرباحه على حساب قطاعات أخرى الدكتور غابريل يبتسم كونه يعني عامل ومدير في أحد المصارف اللبنانية الكبرى دكتور غابريل لطالما حكي عن مشكلة كبيرة لا تزال بلا حل هي مبلغ الأحد عشر مليار دولار أمريكي والتي أنفقتها حكومة الرئيس فؤاد السانيورا ما بين عامي 2006 و2008 حيث لا مستندات قانونية وبينها هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية تكتل التغيير والاصلاح قبل وصول العماد ميشيل عون إلى سدة الرئاسة لطالما رفع الصوت وطالما بقطع للحسابات كيف يمكن الوصول إلى حل هذه المشكلة؟ يعني اليوم أسهل الوصول إلى حل هذه المشكلة لها المسألة لأن الجميع على ذات الصفحة يعني اليوم تيار المستقبل دعم ترشيح الجنرال عون وساعد بانتخابه الرئيس للجمهورية وأنا برأي مصلحة الجميع طوي صفحة الماضي وبدأ صفحة جديدة وجود حلول بدل ما خلق مشاكل ما ننسى أنه بهذه الفترة كانت فترة مواجهة اليوم فترة تعاون صفحة جديدة فترة تعاون لابد من أنه يلتقى حل لهذه المشكلة ولو مشاكل أخرى كمان أنا برأي مصلحة الجميع يلتقى حل لهذه المسألة وللمسائل الأخرى التي كانت عال أو التي كانت خلفية دكتور كرم صديقك الرئيس نبيه برري لوح بمعارضة العهد الجديد أولا برأيك هل سيسلك الرئيس برري طريقة المعارضة لأول مرة منذ اتفاق الطائف وهو الذي يعد من الركائز الثلاثة الأقوى منذ زمن الطائف إلى اليوم هل يذهب الرئيس برري إلى المعارضة؟ والله أنا يعني ما عندي اطلاع على أسرار الرئيس برري أو على التوجه أنا ما لني جزء من المجموعة حول الرئيس برري ولا منضم لأمل كحزب سياسي أنا يعني حسب اللي بتسمع وبتقرأ رح يسعى الرئيس ميشيل عون بالاتفاق مع الرئيس الحريري إلى ضم كتلة عمل إلى الوزارة جديدة هيك عملي اسمع مثلا هلا من بين شيء يعني دكتور غابريل برريك هل يتحمل العهد المعارضة الشرسة التي لوحها باعتمادها الرئيس نبي برريك؟ أنا برأيي لا يكون حكم فعال بتمنى شوف تكتل سياسي بالحكم وتكتل سياسي بالمعارضة يكون كتير واضح أنه في معارضة وفي حكم بس حدا يكون بالمعارضة ويصير بده وزارات أو العكس يكون معارضة من جوية الحكم هذا ما بيساعد على اتخاذ القرار وعلى الاستمرارية وبالتالي على البرامج الإصلاحية والنهوض بالمؤسسات العامة وبالاقتصاد ككل هذا بيجوز تمني أنه يكون في معارضة واضحة وحكم واضح بس أنا بشاركك التمني بس طالما أنت عندك كتل نيابية إلى حد بعيد تدعي تمثيل طواقف إذا إحدى هالكتل تعد معارضة وهي عندها لهم طائفي واضح وصارح هاي بتعمل كمال مشكلة بالبلد يعني نحن نحلم بالنظام على الطريقة الإنجليزية حيث ما فيه اعتبارات طائفية ومسهبية دكتور كروم لعلة يعني أبرز التحديات أو المشاكل التي ستواجه العهد المقبل والحكومة المقبلة هو وصول الدين العام إلى نحو 75 مليار دولار هي مشكلة كبيرة في تنامي الدين العام هناك الكثير من الأرواق وقطة صحيح ليس هناك من حلول آنية وسريعة لأطفاء أهل الدين بلا أنا راح أقول لك بالإضافة إلى النفط بس النفط على كل حال بعيد بعيد عشر سنوات منها بس النهضة الصناعية والزراعية هي ما في دين حتى إذا بدك تسد الدين بدك انتاجية الاقتصاد الوطني بتكون بتفوق الفوائد اللي بتدفعها على الدين العام طالما ما أنت مش به الوضع الدين العام بده يظل يدفعها هلا لبنان طريقة إدارة الدين العام كانت مقلفة للغاية بالتسعينيات وأنا كوزير وقفت ضدها وطلعت صرخات اليوم اتعقل القطاع البصرفي وإدارة مصرف لبنان صارت إدارة أكثر مش بس تعقل أمنت استقرار النظام النقذي والمصرفي بتكاليف أقل بكثير من التكاليف الماضي نحن الدين العام هلأ اللي بيطمن اللبناني اللي حامل سندات خزينة أو عنده ودائع أو المصارف أنه نحن وضعنا بيختلف تماما عن وضع الأرجنتين بالماضي اللي فلسل أو وضع اليونان اللي كان عندنا مشاهدة لأنه الحمد لله الدين ممسوق بمستوى 80% من المصارف اللبناني والمركزي فما في عندك مضاربين خارجيين مسكين اليوروبانز لا والنظام المصرفي ما عنده أي مصرحة اللي يهزي الاستقرار غالنقذي فالنظام جيد أنا اليوم صار هذا هلأ فينا نخفف الكلفة وفي عملية بدأت تجري يوم من الأيام بالتراضي طبعا مع المصارف حتى جزء من هالدين يتحول دين مثلا متواصل بربيتوال بيسموه وبفوائد منخفضة والجزء الآخر بفوائد السوء ما في حاجة اليوم كسؤال أخير دكتور غابريل ليس لديكم خوف من تنامي الدين العام ووصولي نحو 75 مليار دولار هل الأمور مضبوطة رغم كبر حجم هذا الدين بلا عندي خوف أنه ينمى الدين العام اليوم دين العام مستوي 144% من نتيج المحلي بسبب عجز متمدد ببلغ 8.6% من نتيج المحلي متوقع بال2016 وفي حل الدين العام أولا في استقرار بالمالية العامة في استقرار بالاقتصاد في استقرار نقدي ما في خوف من انهيار اقتصادي حتى قبل الانتخابات الرئاسية ما كان في خوف من انهيار اقتصاد كان في تهويل سياسي بانهيار اقتصادي ولا في خوف بانهيار المالية العامة ولا في خوف للوضع النقدي وفي حلول للدين العام بيبلش بتخفيد حاجات الدولة للإستدانة كيف بتخفيد العجز تخفض النفقات من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقف التوزيل في العشوائي بالإدارات العامة ومن ناحية الواردات في عندك تهرب ضريبة لازم تكافح التهرب الضريبة وتحسن الجباية ممكن تدخل على أقل تقدير مليار دولار سنويا إضافة إلى الموازنة وبالتالي بتخفف العجز بالموازنة وبتخفف ارتفاع الدين العام ومن ثاني مالي النمو الاقتصادي اللي هو صار له بحدود الواحد بالمية بالسنتين ثلاثة اللي ما رأيت بالعهد الجديد متوقع سنتي جاي يكون نمو بين ثلاثة ونصف واربعة بالمية كمان هذا بيساعد على تخفيد نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غابريل شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الدكتور جورج قرم وزير المال اللبناني الأسبق شكرا جزيلا لك وشاهدين الكرام إلى هنا وينتهي هذا الحوار الاقتصادي نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة